نورد ستريم 2 خط غاز الأنابيب الروسية الشهير الذي صنع معركة اقتصادية بين واشنطن وأوروبا بارلين على وجه الخصوص وبعد تغير مفاجئ في سياسة واشنطن وموقفها من الخط الذي سيمد غاز روسيا إلى أوروبا سيربط الخط روسيا بألمانيا عبر أنبوب بطول 1230 كيلومتر تحت بحر البلطيق بقدرة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على المسار نفسه الذي بدأ تشغيله في 2012 مسار الأنبوب الذي يتجاوز أوكرانيا سيزيد احتمالات إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت يتراجع فيه الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي الأوروبيون منقسمون تشعر بولندا أو دول البلطيق بالقلق من رؤية الاتحاد الأوروبي ينصاع للطموحات الروسية سيما أنه سيصبح السلاح الأخطر في يد الكريملين لأبعاد اقتصادية وجيو سياسية تخلى بايدن عن عرقالة المشروع معتبرا أن الوقت قد فات وأن من الأفضل الرهان على التحالف مع ألمانيا بحيث أن واشنطن ترغب في ضمان التعاون معها في ملفات أخرى لسيما في مواجهة الصين وهذا ما يعرف بسحر الاقتصاد الذي يجعل السياسة متقلبة وفق طموحات الكبار ما هوkapظم قطع بالقلوحات النقل فت Dunk